الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يسأل مصارف لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بنين إلى أجل مسمى فاكتبوه مصارف لهذا الأمر بالكتابة عن الوجوب الصارف أكثر من شيء الشيء الأول هو قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه الصارف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استدان ولم يكتب الدين الذي عليه ولم يكتب الدين الذي عليه صلوات الله وسلامه عليه قال جابر كان لي عند النبي صلى الله عليه وزلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني والله تعالى أعلى وأعلم أيضا صارف ثالث نبي لما اشترى من الأعرابي الجمل ما كتب وقد تم البيع وإن كان الأعرابي أراد النكوث لكن النبي ما كتب الذي عليه مقابل هذا الجمل والله تعالى أعلى وأعلم والذي ذكرته رأي جمهور العلماء أن كتابة الدين على الاستحباب ليست على الإيجاب أما الحديث الذي فيه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلى آخره منهم رجل داين رجلا ولم يكاتبه فهذا الحديث غلط شديد وخطأ الراوي فيه فركب هذا المتنى الذي سنده ضعيف جدا على سند حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بالنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها عبد أدى حق الله وحق مواليه أما الذي في حديث أبي قتاد وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما قال أبو قتاد عليه يدينه يا رسول الله فأبو قتاد مليء وموثوق فيه ويفيدها يعني والرسول الإمام والرسول كان الإمام آنذاك فإذا أمام المسلمين إذا إمام المسلمين سمع من أحد الرعية أو تعهد أحد الرعية عند الإمام بالسداد اختلف عما إذا تعهد عند رجل آخر بالسداد ثم إن الدين حق ثابت لأصحاب الحقوق الدين حق ثابت لأصحاب الحقوق فلا يتنازل عنه لمجرد كذب كذاب أو دعي فابد أن يصل إلى أهل ثم أيضاً هنا الدين حق لهم لا يضيح حقهم بمجرد التعهد من شخص غير مرضي عندهم أو غير مليء النبي قال إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع يلزم أن يكون الشخص الذي يحال عليه مليء وتعهد بالسداد أيضاً السلام عليكم